نحييكم من صوت لبنان ونقدم نشرة أخبار الثانية والربع مع ألان سغيب عيسى، ميشال الصيفي وشادي عقاد على التنفيذ العنوين اجتماع غداً بين الحريري ووزير المال وحاكم المركزي لوضع آلية لإطلاق اليوروبوند أبو فعور اتفاق مع حزب الله على إنهاء القطيع السياسية فرنسا ترى أن قنوات الحوار متزال مفتوحة حول الاتفاق النووي دوريات أمريكية تركية تنفيذاً للمنطقة الآمنة شمال سوريا استعمل أي بطاقة من باك الاعتماد اللبناني جمع نيقات واستبدلها بميليت تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها بدك تسافر ع حسابنا؟ اعتمد علينا باك الاعتماد اللبناني دايماً بقربك تحاول الحكومة ابتداء من الغد تطبيق بعض ما اتفق عليه في اجتماع بعبدة في إطار إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية الباكورة في اجتماع لتحديد آلية إطلاق يوروبوند جديدة فيما يبدأ مجلس الوزراء في جلسته المقبلة إجراء القراءة الأولى لموازنة العام 2020 ولكن هل ستكون الحكومة مستعدة للمضي بالإصلاحات الأساسية وهي لب القصيد؟ سياسياً تتفاعل اللقاءات الأخيرة بين كل من الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة وحزب الله والوزير جبران باسيل من جهة أخرى بالتزامن مع الغاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع زيارته للجبل وفي هذا الإطار أوضح وزير الصناعة والأبو فعور أن رئيس لقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط سمع كلاماً طيباً من وزير الخارجية جبران باسيل وهو منفتح ويقارب الأمور بشكل إيجابي أما العلاقة مع القوات اللبنانية فهي ممتازة وحول اللقاء مع حزب الله في عين التيني أشار أبو فعور في حديث للبسي آي إلى أنه تم الاتفاق مع حزب الله على إنهاء القطيع السياسية والعودة إلى المعادلة السابقة وهي الاحترام المتبادل في السراية وفي الملف الاقتصادي عقد اجتماع غداً بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سليمي لوضع آلية إطلاق اليورو بوند في تشرين الأول المقبل النائب مروان حميدي شدد في حديث أن برنامج كواليس الأحد من صوتي لبنان على عدم الاستقرار نتيجة الفساد المستشري في الدولة ما بتصور إذا بقى الخلاف على الكهرباء في استقرار إذا بقى الاختلاف على الاتصالات في استقرار إذا بقى الخلاف على المعابر نحن مثل ما قال الأستاذ وليد جمهرات بتريد تبعه أنه هذا الكلام قاله هو ببعبدة في بداية المناقشة اللي صارت عن فخانة الرئيس وبالتالي نحن ما معناته أنه رح نمرق صفاءات الكهرباء ولا أنه ما يجري في غيره من الاتصالات لجمرق المعابر عروس الحل هيئات ناصبة مجال استدارة تعيينات شفافة قضاء مستقل كله عدى غير متوافر حاليا النائب ميشيل ظاهر لفت عبر البرنامج عينه إلى ضرورة الإصلاح وإلا فنحن مقبلون على انهيار اقتصادي الوضع الاقتصادي للبلاد وضع سيء جدا قل نحكي شوي بالمنطقة اليوم إذا ما تسكرت هاي تكاكين والنفمية السياسية أبس أنه حاول اليوم حسب تأدير بنك الدولي في حوالي عشرة دونين يدخل قوة جمتين هو يعملوا حذر وفساد يعني ليس كله فاساد بس بردك حذر بطريقة اليوم نتطلع على الأشغال عن فنعمر شغل مرة بي شغل وطريق مرة درع بي شغل مرة تانية هذا أنا بسلميها دعمانه فاساد بس في فاساد كتير فيه تكاكين فيه محنية سياسية نحن وعدنا المجتمع الدولي أنه بدنا نحسن وضعنا بدنا نوقف إلى هذا الوصف رئيس التحرير جريدة اللواء صلاح سلام أكد لإذاعتنا أيضا أهمية المعارضة بهدف التغيير الحقيقي البناء من هون أهمية حركة المعارضة اللي عم بيقودها حزب الكتائب وبشجاعة مع الشيخ السامي الجمهي لأنه الوحيد اللي عم يرفع صوته عاليا سواء داخل البرلمون أو خارجه أو حتى على طاولة اجتماعات بعبد الاجتماع الاجتشاري الاقتصادي للأسف أنه هناك مجموعة من قوى المعارضة تعمل كل القوة لحالة كل طرف يعمل لوحده بدنا يطار يجمع هذه القوى المعارضة حتى يكون صوته أقوى وأفعال ويكون وزنه بالمعادلة أكثر تأثيرا وأكثر تفاعلا ممثلا رئيس الجمهورية في ذكر تأسيس جامعة سيدة الويزي وزير الاقتصاد يؤكد أن لبنان بحاجة إلى جميع أبنائه كي ينهض مجددا مجدولين عيد انطلاقا من رسالتها وهويتها أطلقت جامعة سيدة الويزي في ذكر تأسيسها المبادرة المجتمعية السنوية حول الدمج لتعزيز المساواة والتنوع وتكافؤ الفرص وزير الاقتصاد منصور بطيش أمل خلال تمثيله رئيس الجمهورية ميشيل عون أن تتكرز ثقافة قبول آخر فيترجم الدمج سلوكا تلقائيا نابعا من إيماننا الراسخ بسلم القيم الإنسانية يحتاج لبنان إلى جهودنا جميعا وإلى الالتفاف حول أهداف وطنية مشفركة سياسية واقتصادية واجتماعية والدمج هو في طليعة الأهداف الاجتماعية لأنه بوابة الشراكة ومفتاح الاغتناء من كل فرد في المجتمع هذا المجتمع الذي يواجه في كل يوم تحديات جديدة تحتاج إلى تضافر جهود أبنائه ووعيهم لا يمكننا أن نقبل اليوم تحت أي ذريعة أن نبتعد عن رسالة لبنان ودوره في احترام حقوق الإنسان خصوصا الأكثر ضعفا أو تهميشا ونقولها جهارا لا للتمييز من أي نوع كان ونعم لتعددنا واختلافنا وتمييزنا وتمييزنا جامعة سيدة الويزي التي تخوض مغامرة الدمج التربوي إمانا منها بالشراكة بين جميع مكونات المجتمع أعلنت على لسان رئيسها الأب بيار نجم عن الهيئة الوطنية للتوعية حول مخاطر الإدمان على الإنترنت والتكنولوجيا مجدلين عيد صوت لبنان النائب قسم هاشم اعتبر أن الظروف الصعبة التي نواجهها ليست مستحيلة ونستطيع تجاوزها إذا توفرت الإيرادة والعزيمة والقرار وقال أن مسار الحل انطلق مع التفاهمات الوطنية التي وضعت أسس المعالجة في لقاءة بعبدة وتحتاج إلى ترجمتها بخطوات تنفيذية سريعة قال النائب بلال عبدالله عندما استباح الإرهاب حدودنا الشمالية والشرقية تم التصدي له بكل عزم وخرج البلد منتصرا بقرار وطني جامع فلا يقنعنا أحد أن التهريب عبر المعابر غير الشرعية هو خارج السيطرة إلى هذا الحد وعصي على المعالجة فلنحترم عقول الناس ولنوقف هذا النزيف لاقتصادنا وهيبتنا كدولة كما قال عبدالله في تغريدة عبر تويتر قامت سلسلة محلات خوري هوم بإقفال ثلاثة من فروعها المنتشرة في المناطق اللبنانية ومنها فرعها في الصور وأصبح عدد كبير من الموظفين خارج عملهم أدقلت الجندية في الجيش اللبناني آية غين غرفة العمليات في مستشفى حمود الجامعي في صيدة إثر إصابتها بطلق ناري من مسدس حربي في صدرها وأفيد أنها أصيبت أثناء وجودها في بلدة هرميش من طريق الخطأ أثناء لهو شقيقها وهو عنصر في أمن الدولة بمسدسه أحصد غرفة التحكم المروري 21 حديث سير في خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أدد إلى سقوط خمسة جرحة وخمسة وعشرين جريحاً في اليوم العالمي لمحو الأمية غرد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شايب عبر تويتر مؤكداً المضيف العمل الهادف إلى نشر العلم والمعرفة لدى كل طفل وطفلة متعهداً أيضاً بضمان جودة التعليم لكل طالب علم أفد طالب ودعا والقدسين الأب بولوس الأزي الموجود حالياً في الفاتيكان أنه أتى الجواب بفتح ملف تطويب البطيرك المكرم استفين لدويهي وأشار الأب الأزي إلى أنه بموجب القوانين الكنيسية المتابعة بدأ ملف تطويب خط سيره الصحيح لمناسبة ذكر عشراء الثلاثاء سيمنع مرور المرور عبر الطرقات المؤدية إلى الضاحية اعتباراً من الساعة الثانية من فجر العاشر من أيلول وحتى انتهاء المراسم حيث ستقام مسيرة للمناسبة الطرق التي سيمنع السير عليها هي من الطيون في اتجاه طريق صيد القديمة من السفارة الكويتية في اتجاه جسر المطار ومن مستديرة الصياد باتجاه جادة عماد مغنية وغالوري سمعان رأى وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لدغيان أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة بشأن الاتفاق النووي بالرغم من تقليص إيران المزيد من التزاماتها على خط آخر لفت إلى أن الوضع في بريطانيا مقلق للغاية وعلى البريطانيين أن يخبرون ماذا يريدون وأكد أن لا تأجيل البريكسيت في ظل الأوضاع الحالية تزامنا لفت رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن الأوروبيين فشلوا بالوفاء في التزاماتهم بالاتفاق النووي إلى ذلك يجري المدير العام الموقت لوكالة الطاقة الذرية محادثات في طهران التي وصلها فجر اليوم الزيارة تستارق يوما واحدا وسيلتقي في خلالها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ووزير الخارجية محمد جواد ضريف وأمن المجلس الأعلى للأمن القومي علي شامخاني في سوريا بدأت الدوريات الأمريكية التركية المشتركة في منطقة تل أبيض قرب الحدود التركية تنفيذا للاتفاق الأمريكي التركي حول إنشاء منطقة آمنة مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية دان قيام الإدارة الأمريكية ونظام التركي بتسير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية معتبرا الأمر انتهاك سافر للقانون الدولي واعتبر أن هذه الخطوة تمثل عدوانا موصوفا وتهدف إلى تعقيد وإطالة أمد الأزمة في سوريا مجددا رفض المطلق للمنطقة الأمينة أوردت قناة العربية أن الجيش الإسرائيلي قصف موقعا في خان يونس جنوب قطاع غزة وكانت طيران الإسرائيلي قد شن الليلة الماضية سلسلة غارات جوية مستهدفا ما وصفه بمواقع عسكرية تتبع لكتائب القسام الذراع المسلح لحركة حمس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء محادثات سلام مع حركة طالبان الأفغانية ردا على هجوم في كابل أسفر عن مقتل إثني شخص من بينهم جندي أمريكي وكشف ترامب في سلسلة تغريدات أنه كان قد وافق على عقد اجتماع سري مع قادة طالبان في كامب ديفيد اليوم لكنه ألغي بعد إقرار الحركة بمسؤوليتها عن الهجوم وكان من المفترض أن يلتقي ترامب أيضا مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في السودان يؤدي وزراء الحكومة الجديدة اليمين دستورية اليوم أعلن مسؤول سعودي أن لا تغيير في سياسات المملكة تجاه أوباك بعد تعيين نجل العاهل السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة مؤكدا أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستواصل الالتزام باتفاق خفض الانتاج الذي تقوده المنظمة ونبقى الآن مع نشرة الأحوال الجوية يستمر الطقس الصيفي الاعتيادي من ناحية درجات الحرارة اليوم وفي الأيام المقبلة مع برودة ليلا على الجبال وفي البقاء فيما الأجواء تكون غائمة جزئيا إلى غائمة مع تشكل ضباب على الجبال خصوصا في السلسلة الغربية واحتمال خفيف لبعض الرذات إذن اجتماع غدا بين الحريري ووزير المال وحاكم المركزي لوضع آلية لإطلاق اليوروبوم أبو فعور اتفاق مع حزب الله لإنهاء القطيع السياسية فرنسا ترى أن قنوات الحوار ما تزال مفتوحة حول الاتفاق النووي دوريات أمريكية تركية تنفيذا للمنطقة الآمنة شمال سوريا النشر انتهت شكرا للمتابعة